في لبنان ملف احتل الصدارة، طرد تأدبي لقاضية عهد عون تعنون الشرق الأوسط على الأولى القرار يعد ضربة سياسية للتيار الوطني الحر رغم تأكدات قضائية أن القرار لا خلفيات سياسية له الصرف التأدبي يختبر مجلس القضاء منشاة النهار اللبنانية بعد صراع طويل مع القضاء نفسه حسم المجلس التأدبي للقضاء الصراع تقول الجريدة بإصداره قراراً تأدبياً بصرف عون من الخدمة بعد النظر في عدد من الشكاوى ذات الطبع المسلكي والقانوني تراكمت في حقها أمام التفتيش القضائي محالة عليه من داخل قصر العدل وخارجه في وقت تراوح فيها الأزمات السياسية والاقتصادية في لبنان مكانها من دون بوادر حل حل جدية في الوقت الراهن برز التطور من ناحية السلطة القضائية تكتب اندبندنت عربي أنا لم أفعل شيئاً سوى تأدية عملي تلك ملاحقات كيدية علقت عون على قرار صرفها عون استدعيت إلى قصر العدل حيث تبلغت قرر فصلها تكتب الراي الكويتية